بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم لا علمنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الخبير اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا في هذه المادة العلمية بإذن الله سأتطرق للحديث عن موضوع كيفية كتابة وإعداد ونشر الأوراق العلمية وهو مهم جدا وموضوع مهم جدا وبخاصة للطلاب وطالبات الدراسات العلية في مراحلهم المختلفة سواء للماجسير أو الدكتوراه في هذه المحتوى أو في هذا المحتوى بإذن الله تعالى سنتطرق للحديث عن تعريف الورقة العلمية وما هي أهمية النشر العلمي عموما وما هو قواعده الأساسية هناك بعض النصائح لاختيار عنوان ورقة وما بعد ذلك وما هي الخطوط الرئيسية لمسودة الورقة العلمية وهذا يتفق عليه أو مطبق على تقريبا جميع التخصصات المختلفة سنتطرق أيضا لأنواع الكتابة العلمية محتوى الورقة العلمية وبعض النصائح لكتابة ورقة علمية متميزة ثم بعد ذلك سنخوض في الحديث عن معايير اختيار المجلة العلمية وما هي النتيجة للتحكيم عند التقديم لأي مجلة وما هو المقصود بمعامل التأثير مؤشر الـ H-Index وأخيرا نختم بنصائح عامة قبل النشر تعريف الورقة العلمية الورقة العلمية هي عبارة عن تقرير مكتوب يتم فيه شرح نتائج بحثية أو نقد أو مراجعة وذلك من أجل تبادل المعلومات فهي إثراء معرفي بغض النظر إن كانت مقتبسة من بحث منشور أو من عملية نقد أو عملية مراجعة لما أجراها الآخرون فالأصل هي تبادل المعلومات في المجتمع العلمي وإفادة المختصين في المجالات المختلفة بأحدث المعلومات والتقنيات المستخدمة بغض النظر عن التخصصات المختلفة إذن هو اختصار لما تم الحديث عنه في الشريح السابق بأنه هو عبارة عن تقرير تقرير منظم تقرير له هيكل تنظيمي في الكتابة يصف حالة بحث معين أو ينقد أو يراجع مقالة معينة أو بحث معين لبعض المختصين في المجالات فيجب أن يأخذ بعد الاعتبار كتابته بطريقة محددة ونشره بطريقة محددة وأن يكون هناك تركيز على المحتوى الذي يجب أن يأخذ فعل الاعتبار حتى يتم نشره في المجلات العلمية ما هي أهمية النشر العلمي؟ من أهمية النشر العلمي بأنه يساهم في تطوير ونشر المعرفة أيضا كذلك النشر العلمي يسر المحتوى العلمي والفكري ما بين المجتمع العلمي أيضا كذلك يوثق ويقيم للباحث نتائجه وأبحاثه أيضا كذلك من أهمية النشر العلمي الحصول على الترقيات الأكاديمية وهو معمول به في جميع تقريبا الجامعات الدولية وأيضا كذلك من أهمية النشر العلمي التعزيز المصدقية بين الباحثين مما يجعل أبحاثهم موثوقة هناك مقولة دائما ما تعجبني لا يكتمل البحث العلمي بدون نشر نتائجه لطالما كان هناك بحث علمي وهناك جهد ووقت واحتمال أن يكون هناك مال قد تم تخصيصه لكمال البحث العلمي يجب أيضا كذلك أن يأخذ بعين الاعتبار نشر النتائج في المحيط العلمي قواعد البحث العلمي هناك قواعد أساسية يجب التركيز عليها عند كتابة أي ورقة علمية أو عند الخوض في البحث العلمي وهي أولا اختيار موضوع البحث يجب تحديد اختيار الموضوع والمشكلة من الدراسة من بداية الخطوة الأولى وهي من بدايات الخطوات التي يجب أن تأخذ بعين الاعتبار والتركيز عليها يجب أيضا كذلك إعداد خطة بحث كيفية الوصول للنتائج وكيفية كتابة المنهجية أيضا كذلك يجب أن يكون هناك جمع لجميع المصادر والمراجع القديمة وبخاصة الحديثة منها أيضا كذلك من قواعد البحث العلمي جمع المادة العلمية وهو الذي يتمثل في البيانات أي أن كانت أنواع البيانات هذه ومن قواعد البحث العلمي كذلك توثيق وكتابة البحث بالشكل الصحيح في عنوان الورقة العلمية يفضل أن يكون أولا مختصر دقيق ذو دلالة ويلفت انتباه القارئ أقل ما يمكن من الكلمات تكون في حدود من عشرة إلى إثنى عشرة كلمة تحتوي على ما يسمى بالكلمات المفتاحية وهي تستخدم للفهرسة ويجب أن يكون هناك اهتمام بمعاني الكلمات وترتيبها بالشكل الصحيح بعد القيام بتحديد موضوع البحث قم بتحديد المشكلة تحديدا دقيقا ثم بعد ذلك قم بتحديد أهداف المشكلة بشكل مبسط ثم بعد ذلك قم بمراجعة شاملة لكل ما تم نشره بهذا الموضوع وهو أمر مهم جدا في ما يخص الخوض في الأبحاث السابقة وكل ما يتعلق في موضوع البحث العلمي والتركيز على ما تم نشره مؤخرا من دراسات حديثة ثم بعد ذلك قم بتحديد المعطيات والبيانات التي تحتاجها الخطوط الرئيسية لمسودة ورقة علمية هناك أكثر من مرحلة المرحلة الأولى تتلخص في كتابة جميع الأفكار التي تريد تضمينها بمثل الورقة المرحلة الثانية يتضمن ربط الأفكار فيما بينها ووضعها في إطار عام المرحلة الثالثة وضع جدول المحتويات للورقة ومقارنتها بما تم قراءته سابقا وفي المرحلة الرابعة استشارة المشرف أو المتخصص لضمان تسلسل الأفكار وبناء هيكل نهائي للورقة يجب أن يأخذ بعين الاعتبار هذه المراحل الأربعة عند كتابة المسودة الأولى لأي ورقة علمية ما هي أنواع الكتابات العلمية؟ هناك أكثر من نوع فيها ما يسمى بالملصق وهي ظالما ما تستخدم في المؤتمرات والندوات العلمية هناك ما يسمى بورقة في ورشة عمل أو في مؤتمر أو في مجلة أو أن تكون ورقة مراجعة أو أن تكون حتى فكرة جديدة أو نوع من أنواع الكتابات العلمية أن يكون إضافة وتحسين أو أن تكون عبارة عن نتائج سلبية أو تكون عبارة عن ملخصات مؤتمرات أو تأريف كتب وطبعا أن تكون رسائل علمية لمرحلة الماجسسير أو الدكتوراه أو أن تكون مشارع أبحاث الآن سنتكلم ونتطرق للحديث عن محتوى الورقة العلمية أي ورقة علمية؟ هناك لها هيكل تنظيمي أو محتوى تتفق عليه جميع التخصصات فيجب أن يكون هناك ملخص يجب أن يكون هناك مقدمة يجب أن تذكر منهجية البحث أو الطرق المستخدمة تأكيدا يجب أن تذكر النتائج ثم المناقشة ثم الاستنتاج وبعض الأوراق العلمية يفضل ذكر شكر وتقدير لبعض الجهات التي قامت بالمساعدة في نشر البحث وأخيرا قائمة المراجل جزء الانترودكشن هو عبارة عن سؤال ما هو السؤال؟ هو عبارة عن جزء يرتبط بـ المثل وهي الطريقة المستخدمة أو منهجية البحث إذن جزء الانترودكشن سيذكر ما هو السؤال والمثلولوجي ما هي الإجابة عليه في جزء الرزولت ما هي أهمية أو ما هي النتائج التي قمت بالحصول عليها في الدراسة وفي جزء الدسكشن المناقشة بناء على نتائجك التي حصلت عليها ماذا تعني هذه النتائج؟ إذن يجب أن تأخذ معين الاعتبار أجزاء أو محتوى الورقة العلمية بأنها عبارة عن أسئلة يتم الإجابة عليها فيما يخص الانترودكشن هو عبارة عن سؤال يتم البحث عن الإجابة عليه المثلولوجي كيف ستقوم بالإجابة عن السؤال في جزء النتائج ماذا كانت النتائج؟ وفي جزء المناقشة ماذا تعني لك هذه النتائج؟ الملخص الأبستراك هو عبارة عن نسخة مختصرة وموجزة من الأطروح العلمية لا تتضمن أي معادلات أو مراجع وتبدأ بأهمية البحث وتكون في حدود من 150 إلى 350 كلمة وتكون عبارة عن صفحة واحدة فقط تسرت فيها النتائج الرئيسية وتذكر فيها منهجية البحث المستخدمة مع الأخذ بعين الاعتبار ما هو السؤال التي تريد طرحه؟ وما هي نتائجك؟ وما هي الإجابة على السؤال المطرح؟ فإذن هذا هو الهيكل التنظيمي لجزء الملخص فيما يخص الكلمات المفتاحية التي هي الكيووردز فهي توضع عادة بعد الملخص وهي مطلوبة تقريبا من معظم المجلات العلمية وهي تساعد على الفهرسة وفي استرجاع المعلومات ويتم أيضا اختيار المصطلحات التخصصية الأكثر أهمية والتي تعكس موضوع البحث يتم اختيار من 4 إلى 5 كلمات كحد أقصى في الكلمات المفتاحية لأي ورقة علمية أو مقال علمي في جزئية المقدمة المقدمة يتم فيها تقديم موجز مختصر من النتائج تسرد فيها الاستنتاجات الرئيسية المقترحة من النتائج يفضل في جزء المقدمة أن يكون هناك جمل قصيرة وواضحة قدر الإمكان مع الالتزام بفكرة واحدة لكل فقرة لكل فقرة مع إمكانية استخدام المراجب أيضا كذلك في جزء المقدمة يتم التركيز هنا على تقديم موضوع الأطروح العلمية أو السؤال الذي تريد الإجابة عليه وطرحه يجب أن تكون هناك خلفية عن البحث يجب أن تذكر الهدف الهدف أو الأهداف من الدراسة وأهميتها وأيضا ما هو السؤال التي أو الأسئلة التي تهدف إلى الإجابة عليها هذا فيما يخص جزئية المقدمة أما في جزئية منهجية البحث منهجية البحث هي عبارة عن مجموعة من التعليمات يشرح فيها ما تم القيام به وكيف تم ذلك وهي لا تشمل أي نتائج فقط مجرد تعليمات للقارئ أو المختص كيف تم ذلك يجب الكتابة هنا بوضوح وعدم القيام بشرح الكثير عن سبب استخدام هذه الطريقة يجب أن يكون هناك اختصار في شكل معقول أو بشكل معقول في سرد كل التعليمات أو من المنهجية التي تم استخدامها كذلك لا يمنع هنا من الاستخدام أو الاستفادة من وضع الرسوم البيانية مع الأخذ بالاعتبار تضمين التفاصيل الحسابية التي تم تطبيقها وإذا كان هناك برنامج حاسوبي مكتوب لبعض التخصصات فإنه من المناسب أيضا تضمينه في الملحق في نهاية الرسالة وليس في هذه الجزئية فيما يتعلق بالنتائج فهي تتحدث فيها عن النتائج والإجراءات التي قمت باتباعها وتطبيقها تسرد نتائج الدراسة مع إعادة كتابة أهداف الدراسة مرة أخرى يجب هنا أن تحرص وأن تأخذ بعين الاعتبار بأن تتناسب الأهداف مع النتائج وليس العكس يفضل هنا أيضا كذلك ترتيب النتائج لدعم الأهداف الرئيسية من البحث ويتم التركيز على ما تم تحقيقه وإنجازه وتذكر بأن النتائج تعطي حقائق وليست أرقام وليست آراء إذن تعطي حقائق وليس آراء في هذه الجزئية ويفضل أن تقدم النتائج بوضوح مطلق ولا تقم بكتابة أي نوع من أنواع التفسيرات في جزئية النتائج أنت في هذه الجزئية تسرد ما تم الحصول عليه فقط بدون ذكر أي نوع من أنواع التفسيرات في جزئية المناقشة وهي موضوع مهم جدا ومن أهم أجزاء أي بحث أو ورقة أو مقالة علمي ابدأ بالكتابة على نطاق واسع ثم بعد ذلك يتم تضييق النطاق وترتبط بالأهداف احرص على مناقشة وتفسير النتائج بشكل منطقي في هذه الجزئية يتم تفسير وجهة نظر الباحث بناء على النتائج التي تحصل عليها حاول دائما ربط النتائج بالفرضيات من وجهة نظرك حاول أن تظهر كيف تربط النتائج بالتفسيرات التي قمت بطرحها احرص على استخدام الأرقام والجداول والصور كلما أمكن ذلك لكن في حدود معقول الاستنتاج وهو بيان نهائي قصير يقدم موجز للدراسة بأكملها احرص هنا على أن يكون استنتاجك واضح تماما وقم بالتخطيط والنظر بعناية في نتائجك في جزئية الشكر والتقدير هي عبارة عن فقرة قصيرة تكتب بعد المناقشة وقبل قائمة المراجعة وهي ترتيبها معروف تأكد من تشكر وكيف الشكر يشمل القيام بجمع البيانات ومن ساعدك في تحليلها يشمل الإشراف العام أو القيام بأي تسهيلات جوهرية لك يشمل عندما يتم تمويل البحث أو القيام بتزويدك ببعض من مواد البحث يشمل من أبدأ انتقاده واقتراحات جوهرية ومن راجع الورقة يجب أن يكون هناك أمانة علمية لكل من ساهم في كتابة وصياغة الورقة أو المقال العلمي أمور يجب مراعاتها عند كتابة المراجع العلمية هناك أكثر من طريقة لكتابة المراجع العلمية والتي تكون في الغالب في نهاية الوقال العلمي كلها تتفق على أن تحتوي على البيانات التالية اسم المؤلف عنوان المؤلف اسم المجلة دار النشر سنة النشر ورقم الصفحات فعند الخوض في كتابة المراجع يجب أن يكون هناك توحيد في كتابة المراجع يجب أن يكون هناك مراعاة الترتيب الأبجدي ويجب كتابة جميع المصادر التي تم الاستعام بها نصائح لكتابة ورقة علمية متميزة أولا يفضل أن يتم تحديد ساعات منتظمة أسبوعيا للكتابة والالتزام بها والأهم من ذلك أن تختار أنسب الأوقات للكتابة وهو أمر مهم جدا أيضا كذلك تبادل آراء مع الزملاء والباحثين وأصحاب التخصص فهم من آرائهم وتعليقاتهم سيضيفون لك شأنا في الارتقاء بجودة ما تنشره يفضل قراءة أحدث المراجع العلمية ذات العلاقة بموضوع البحث عند الكتابة تجنب تماما الفقرات والجمل الطويلة وهو أمر غير محبب وغير مرغوب فيه حاول دائما أن تكون الفقرات قصيرة وسهلة الفهم اقرأ النسخة الأخيرة من البحث عدة مرات عند كتابة المسودة الأولى ثم الثانية ثم الثالثة عندما تصل إلى المسودة الأخيرة يجب أن تقرأها عدة مرات وأن تعطيها لبعض زملائك الباحثين المشرفين المتخصصين حتى تأخذ منهم ما يفيد في أن تظهر الورقة العلمية بشكل صحيح هناك معايير عند اختيار مجلة علمية ترغب أن نشر فيها المعايير الخاصة بالمجلة يجب أن تأخذ بعين الاعتبار المحرر هيئة التحرير الناشر الأهداف ما هو معامل التأثير كم هي نسبة الأوراق البحثية المقبولة إلى عدد الأبحاث ما هي سياسة الوصول المفتوح هل هي عن طريق الإنترنت أم مطبوعة وما هي الشروط الخاصة بالمجلة يجب أن تأخذ بعين الاعتبار كل ما يتعلق بالمجلة من تعليمات ومن معلومات تفيدك في تحديد هل هذه هي المجلة المناسبة للنشر أم لا أيضا كذلك يجب أن تكون بعض الأمور الخاصة بالموضوع تحديدا ما هي نوع الدراسة هل هي نظرية تطبيقية ما هم نوع القراء الذين يقرؤون المجلة يجب أن تأخذ بعين الاعتبار الأمور هذه حتى يتم إرسال الورقة العلمية للمجلة الصحيح عند تقديم ورقة علمية في أي من المجلات العلمية يتم إما قبول الورقة بدون تعديلات وهي أمر نادر الحدوث أو أن يكون هناك قبول مشروط للورقة بشرط عمل مراجعات بسيطة أم سيطلب منك إجراء تعديلات جوهرية مع إعادة الإرسال أم أن يكون هناك رفض هي أربع حالات ليس لها خامس إما أن تقبل كما هي ونسبتها ضعيفة جدا أو أن يكون هناك قبول مشروط بشرط عمل مراجعات بسيطة أو تعديلات بسيطة أو أن يتم هناك إجراء تعديلات جوهرية على أساس أن يتم إعادة إرسالها وقبولها احتمالية قبولها فيما بعد أو أن يكون هناك رفض من البداية في حال رفض الورقة وهو الأمر المعني والمهم جدا تذكر أن لا تأخذ الرفض بشكل شخصي تذكر بأن الرفض هو الطريق للقبول واستذكر باستخدام ملاحظات المراجعين بغرض تحسين بحثك وإرساله لمجلة أخرى إذا تم الرفض فليس هي نهاية الطريق قم بالأخذ بكل التعديلات والملاحظات التي تم ذكرها حتى يتم الأخذ بها وإرسالها لمجلة أخرى من أهم أسباب الرفض أن يكون هناك عدم توافق بالنسبة للمقال البحثي مع أهداف وشروط المجلة وهذا أمر خضناه سابقا أن يجب أن تأخذ بعين الاعتبار المجلة هيئة التحرير من هما الفئة المستهدفة يجب أن يكون هناك قراءة واضحة ومتمعنة في هذا الشأن من أهم أسباب الرفض عدم سلامة اللغة الإنجليزية ويفضل قبل الإرسال أي مقال علمي لأي مجلة يجب أن يتم إرسالها لمتخصص في اللغة الإنجليزية حتى يتم النظر إليها وتعديل الأمور التي يمكن تعديلها من أهم أسباب الرفض الورقة إما أن تكون طويلة جداً أو قصيرة جداً سددوا وقاربوا في ما يخص عدد صفحات المقال العلمي ومن أهم أسباب الرفض كذلك أن لا يسهم المقال بمعلومات قيمة في مجال التخصص ليكون في عين الاعتبار عند كتابتك بحث أو مقال علمي يجب أن تضيف معلومات في مجال التخصص فمنذ بداية الأمر يجب أن يأخذ بعين الاعتبار ما هي الأمور التي تفرض عليك أن يكون هناك جهد ووقت ومال بعض الأحيان في أن تظهر دور هذه المقالة العلمية والتي بدورها ستثري المجتمع العلمي ما هي مسؤولية الباحث قبل النشر من أهم المسؤوليات التي يجب للباحث أن يأخذ بها التأكد من كون البحث جديد وأنه بحث أصلي وأنه غير مقتبس شكلاً أو مضموناً وهو يندرج تحت مسمى الأمانة أو بند الأمانة العلمية أيضاً كذلك يأخذ بعين الاعتبار التأكد من إدراج أسماء جميع الباحثين والالتزام بالإرشادات الخاصة بالمؤلفين الصادرة من المجلة أيضاً كذلك من مسؤولية الباحث أن لا ينسب معلومة خاطئة المصدر وقد خذنا في حديث أنه لا يجب أن يأخذ بعين الاعتبار أن يكون هناك أهمية مصادر يأخذ بعين الاعتبار أن يكون هناك مصادر يتم توثيقها بالشكل الصحيح ومن مسؤولية الباحث كذلك أن لا يستخدم مصدر يتحدث عن موضوع آخر لا علاقة له بموضوع البحث فقد استخدم المراجع التي هي من صميم موضوع البحث الذي أنت تريد أن تنشره وأن لا يكثر الأخذ عن الآخرين فتضيع هويته العلمية يجب أن يكون لك هويتك العلمية في أن يكون لك أسلوبك الذي يشاده فيما بعد فالأخذ عن الآخرين بكثرة أمر غير محبب أهمية تصريف المجلات العلمية طبعا المجلات العلمية مصنفة ويعتمد جودة المجلة العلمية على تأثير الاستفادة أو على مدى تأثير القراء والاستفادة من المقالات المنشورة وبالتالي كلما تزداد إسهاماتك العلمية كلما زاد عدد الاقتباسات الخاصة بك هناك ما يسمى معامل التأثير وهو أكثر ترتيب أكاديمي للمجلات العلمية في العالم هو تقييم منظم يترجم الاقتباس من المجلات إلى درجات لكل مجلة ويتم في الغالب تحديثه كل عامين مؤشر الـ H-Index هو مقياس للإنتاجية العلمية أي بمعنى أنه هي هوية الباحث وهو عبارة عن مضاعف المشترك الأصغر لعدد الاقتباسات وتستخدمه عديد من المؤسسات الأكاديمية في الترقيات لكوادرها أو كمعيار لاختيار عناصر جديدة أختم بنصائح عامة قبل النشر يجب أن تأخذ بعين الاعتبار من ضمنها أن يكون هناك اختيار عنوان مميز للورقة العلمية وهو الأساس والبوابة أن يكون هناك كتابة ملخص قوي يعكس أهمية الموضوع أن تكون كتابة خاتمة مميزة تلخص نتائج الدراسة وأهميتها يتم تجهيز الورقة وفقا للنموذج الخاص بمجلة النشر احرص على تخصيص كل من الوقت والجهد الكافي لكتابة ورقة علمية متميزة أيضا كذلك يجب أن يأخذ بعيني الاعتبار اختيار المجلة المتخصصة الصحيحة ذات معامل تأثير جيد وابذل كل ما في وسعك حتى لا يتم رفض ورقتك من البداية وأتمنى مع نهاية هذه المادة العلمية أن تضيف لك بعض الأمور أو بعض الإرشادات التي تساعدك إن شاء الله فيما بعد حتى يتم نشر ورقتك أو مقالك العلمي احرص على أن البحث يتماشى مع اهتمامات المجلة ابتعد عن الكتابة الركيكة ابتعد عن كل ما يشكك في نتائجك التزم بشروط إعداد الورقة وتنسيقها حاول قدر الإمكان الابتعاد عن الأخطاء اللغوية اكتب كلمات مفتاحية لها علاقة بموضوع الورقة ارسل الورقة لمحرر لغوي قبل إرسالها للمجلة واكتب مراجعك كاملة وبشكل صحيح وفق متطلبات المجلة الخاتمة عند القيام بعمل بحث قم بنشره في إحدى المجلات العلمية حاول تقوية مهارات الكتابة الأكاديمية بالإكثار من القراءة حاول أن تعرف ماذا تنشر وأين تنشر ومتى تنشر أسأل الله لي ولكم التوفيق والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته